يؤكد المجتمع البحريني قدرته على مواجهة الأزمات من خلال التزامه بالإجراءات الاحترازية وفي ذات الوقت التعبير عن حيويته المجتمعية عبر موجات المتطوعين التي تدفقت على منصة التطوع للمشاركة في الحملة الوطنية للحد من اتشار كورونا يعد التطوع من سمات المجتمعات المتحضرة والحيوية وإحدى علامات التقدم ومن أشكال الفرص والإمكانيات التي تفرزها الأزمات وفي هذه الأيام يسطر المجتمع البحريني ملحمة من العطاء الوطني والتكاتف المجتمعي ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حيث تبرز وسط الأزمة أروع مظاهر التضحية والعطاء الوطني من خلال توافد ما يقارب 30 ألفا من المتطوعين للعمل في مجالات عديدة حددتها الحملة الوطنية بما يعلي من فعالية التواصل المجتمعي والعمل يدا بيد من أجل التصدي لكل ما يهدد المجتمع في البداية حب أشكر المتطوعين على مبادرتهم بالتسجيل في المنصة الوطنية وهذا يندل فأنه يدل على حبهم للوطن وعلى العطاء اللهم محدود في خدمة هذا الوطن وهذا ليس بغريب على الشعب البحريني وأيضا حب أشكرهم على مساهمتهم وتعاونهم معنا في تطبيق ما تم تدريبهم عليه بالشكل الصحيح وهو تعقيم الشوارع والمرافق العامة بين مملكاتنا الحبيبة كإجراء احترازي مما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بداياتنا حبيت أشكر وزير الدخلية شيخ راشد بن عبدالله خليفة على الجهود المبذولة وبالأخص بغيادة الدفاع المدني الصراحة ما قصروا دربونا وأهلونا على شون نقوم عمليات تطهير في منطقاتنا في المحرق ومثل ما تشفتوا اليوم قامنا بتعطيه السوق كامل وطبعا بتعاون الدفاع المدني علمونا عن استخدامات وطريقة التعقيم ولبس الملابس الواقية وصراحة ما قصروا وأشكر الكل من المساهم في القضاء على فيروس كورونا بالعكس مفوض كلنا نطوع وكلنا نيد واحدة عشان نحميها الوطن من الواء والله تطبيق عميكو ممتاز الواحد لما يطبق العملي حيث يروح الوطنية تزيد عنده فقاعد يخدم بلاده يشتغل بروح حلوة هذي شي واجب يعني تجاه الوطن وهالشي حفازنا يعني عقب ما شفت اللي مساجلين أكثر من ثلاثين ألف حفازنا وخلاننا نين نشتغل وهو واجب تجاه الوطن ونشكر الشباب كلهم اللي تطوعوا ومقصروا وتعبوا وواجب يعني نشكر إدارة الدفاع المدني على تنظيمهم وقعداتهم يعني من الصب معانا لنا الحين ما نقول إذا هم الله خير وضمن مهام وواجبات وزارة الداخلية في هذه المنظومة قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتدريب عداد من المتطوعين على عمليات التطهير والتعقيم في الشوارع والمباني والمنشآت ودفعت بهم للميدان يعني هذي كلنا مبس الشباب والله كلنا يعني تطهير عندهم فيعني شي طيب منهم شي طيب والله يوفقهم إن شاء الله موضوع جدا طيب لأن هاي شراكة مجتمعية اليوم بس الشرطة تشتغل ولا أنتو إحنا لازم نشتغل والتطوعي يعرف خبايا الأمور ويعرف ويعرف لأن التطوعي إياي بغناعة من نفسه وليس وظيفة غناعة من نفسه لازم يبدل الجهد هاي بلادنا بلادنا ترى ما نبديل عنها إذا إحنا ما نبديل لها الغالي والنفيس من بيبديل لها تطوعين بالعكس 30 ألف وصلنا تطوعين هاترى شيء يعني شيء جدا ممتاز 30 ألف متطوع معناتهم متطوع معناتهم إنه لا يرتجي شيء ولا يرتجي أي مدية ولا معناتهم يتجي بس جزاكم الله خير وشكرا ما قصرته وهذا إحنا عشامنا في شعبنا تبقى المواطنة الصالحة أساسا لبناء المجتمعات وها هم أبناء المجتمع البحريني يجسدون ولاؤهم وانتماؤهم الوطني واقعا مشهودا ونماذج مضيئة في سماء الوطن تحميه وتعزز نسيجه الاجتماعي تحميه وتعزز نسيجه الاجتماعي تحميه وتعزز نسيجه الاجتماعي تحميه وتعزز نسيجه الاجتماعي